اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مجلس محافظة الديوانية أعلن قبل أيام أعلن أن الشركة أحد الشركات الإسبانية هكذا سماها التي أسند إليها تأهيل 42 حيا بالمحافظة ظهر أنها لا تملك آليات وكل اللي مكتوب كان على الورق وهي على الورق فقط ولا يمكن سحب العمل منها لوجود شرط جزائي بدفع 66 مليار الله أكبر يعني أنت شرط جزائي يجب أن تدفع يعني أكثر من 45 مليار دولار حوالي 45 مليار دولار شرط جزائي على نفسك لهذه الشركة والشركة وهمية ليس لديها حتى آليات على الورق موجود يعني تحدثوا عن آليات وكذا وعلى الورق لم يدقق أحدا ومنطيها تأهيل 42 حي بالمحافظة ونكلت بالعقد واخذت فلوسها ويمكن هربها طبعا هذا جزء من يعني مسلسل طويل منذ عام 2003 لحد الآن مليارات الدولارات ذهبت بشركات وهمية وشركات بالأسماء موجودة بالإنترنيات فقط عندما تدور على هذه التبحث عن هذه الشركات تجدها يعني مسجلة في غرفة ما عرف وين بأفريقيا بريطانيا ما عرف وين ما عدهم كل شيء لا يملكونها شيئا مو شركة أساسا لكن الطهم عقود بمليارات الدولارات بدون أن يدققوا شين الأعمال اللي أنجزتها هذه الشركات شقد رصيدها المالي شقد قدراتها شقد عدها آليات شقد قادرة تنفذ شين المشاريع نفذتها بها الدول شينه زئلة وأبدا لأنه فلان وفلان وفلان والحزب الفلاني والحزب الفلاني والجماعة الفلانية والبلد الفلاني وإيران ومعرف منه يريدون هذه الشركات تكسب فيجيبوها وتأخذ الفلوس وتهرب أو مثل ما فعلوا في كثير من المقاول من هذه الشركات هذه الشركة هي المقاول تبيع العقد هذا التي تعاقدت به تبيعها هذا الاستثمار الإجازات الاستثمارية هذه التي تريد تستثمر بها تبيعها إلى مستثمر آخر وهذا المستثمر ربما يكون هم أيضا أجنبي بيعها إلى مستثمر آخر وتالها توصل إلى مقاول عراقي بسيط يربح لما عدري مليون مليونين دولار ويهرب أيضا وتنتهي القضية لذلك لدينا مئات المشاريع الوهمية مئات وربما آلاف المشاريع الوهمية وهذه كلفت العراق مليارات الدولارات هذا جزء من التهريب وجزء من القراب والشركات التي تعمل في العراق هي الشركات مثل ما قالت السفيرة الألمانية ممكن نتحدثنا في الحلقة الماضية عنها والأسبوع الماضي كنا نتحدث عن عن ماذا قالت هذه السفيرة الشركات هذه هي شركات غير صينة وغير معروفة وتقبل في دفع الرشاو وتقبل يعني تضع نفسها تحت الابتزاز لهذه الميليشيات وغيرها ومسؤولين حكوميهم يقولون يدفعوا لهم لكي يأخذوا الجهازات الاستثمارية هذه ويبدأون يبيعون هذه الجهازات الاستثمارية إلى أن توصل مثل ما قلنا إلى مقاول صغير عراقي يكسب له ما عرفش قد وتنتهي القضية ويسدون الموضوع والملف يوضع في إحدى جارورات وينتهي الموضوع ويبدأون من جديد وهكذا ولا شركة تجيبونها وتقولون اسبانية هذه بغض النظر عن اسمها لتطوير 42 حي وتالي تطلع معدها آليات والآليات فقط هذه على الورق كذب وما قادر تنفذ وما يقدرون يتخلصون من عدها لأن هناك شرط جزائي 66 مليار دينار اللي عادل حوالي 45 مليار دولار 45 لا هذه 66 مليار دينار مو تريليون حقيقة فمبلغ كبير جدا 66 مليار دينار يدفعون يفترضوا يدفعون ما عرف شم مليون تسوي يدفعوها غرامة فما يقدرون يدفعون هذه الغرامة فتركوها بلد يحتل المرتبة مثل ما قلنا أكثر من مرة المرتبة 157 في قائمة أعلى بلدان الفساد في العالم من بين 25 دولة الأكثر فسادا في العالم كان يحتل المرتبة الأولى وبسوطات معينة يرجعوه شوي أموالها كلها كلها كذب وكلها استثمارات كذب وشركات وهمية وتهريب الإجازات هذه الإجازات الاستثمارية تباع إلى شركات أخرى وبالتالي المواطن يسمع وضعوا الحجر للأساس للمشروع الفلاني والمشروع الفلاني صار لعشرين سنة وحد نفذه وهكذا مئات المشاريع والناس تعرفها مئات المشاريع وضع الحجر الأساسي وجل رئيس الوزراء الفلاني وضع الحجر الأساس وبينه ومعرف منه وبارك كلهم وقطع المدر الشريط وجابهم وقص وقص وينه ولا المشروع ومشاريع مئات بالآلاف المشاريع بهذا الشكل وهذه أموال كلها يدفعها العراق مليارات الدولارات راحت على العراقيين ومئات بالآلاف المشاريع الوهمية كذب كلها وأحلام أحلام عصافير مجرد يعني دخان يطير بالهوى وحديث عن مشاريع وحديث عن نخضة وحديث عن ازدهار وهو بلد فاسد لا يمكن لبلد فاسد أن يبني شيئا لا يمكن لبلد ما بي إرادة بناء ما بي إرادة سياسية ما بي إرادة وطنية ما بي قدرة على صيانة نفسه واستقلاله وكرامته وسيادته يمكن أن يبني لا يمكن لبلد تحكمه الميليشيات والعصابات والسلاح المنفلد والقتل والتمييز الطائفي والخطاب الطائفي أن يبني شيئا لا يمكن فلذلك هذه النتائج هذه النتائج بسيطة هذا ما يجعل كل العراقيين يجدون في هذه العشرين أكثر من عشرين سنة اللي مضت واحدة من أكثر العقود يعني عقديا من الزمان أكثر عقديا بؤسا مرت على العراق والعراقيين داعك من قوى التي جاءت من أجل المظلومة أي مظلومية أي مظلومية ولم يظلم العراقي شيعي وسني وكردي وعربي ومسيحي وتركماني مثل ما ظلم في هذه العقدي سرقت أمواله وهين في كرامته في أويته في وجوده في بلده لا قيمة لإسمه كعراقي رايات صغيرة تحكم وميليشيات تحكم لا قيمة لشهادة ولا قيمة لعلم لا قيمة لأي شيء هذه كارثة كبيرة الحقيقة جزء من عجهة ذلك هذه هناك شركات كثيرة هناك نصابين شركات للنصب بالعالم كلها تبحث عن فرصة تبحث عن أرض صالحة للنصب صالحة للسرقة فتأتي إليها وهذه العراق أرض خصبة لهذه المواضيع من 20 سنة لحد الآن كم الشركة مئات الشركات اللي باسماء أجنبية جاءت إلى العراق وراحت من دول عديدة وهي وهمية وسرقت أموال ونهبت أموال وبددت أموال ولا أحد يعرف أين هي مع الأسف الشديد هذا واحد من أوجه العراق اللي يسموه العراق الجديد هذا وجه من أوجهه مع الأسف الشديد يعني وجه كالح مؤذي مخجل في نفس الوقت لكم الله يا أهل العراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ترككم بخير ولتقكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة